مياه الساحل الشرقي لدولة الإمارات تعتبر مياه مهمة جداً لتكاثر السلاحف نحن اليوم في محمية خور كلبة في مدينة كلبة هذه المحمية تم إنشاءها بواسطة مرسوم أميري من صاحب السموح حاكم الشارقة في 2012 أشجار القرب مفيدة جداً لسلاحف البحرية سيكونها تتغذى على السفنج والعشاب البحرية والطحالب الموجودة تحتها به الأشجار ما نحن نحن هنا هو مرسوم أميري مرسوم أميري مرسوم أميري مرسوم أميري اليوم فريق كبير من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية راح يكون متواجد مع فريق كبير كذلك من المتطوعين نحن نضع جي بي اس ساتلات تركر إنها تتغير مرسوم بمكاتة تتغييرات تخيير من المتطوعين أمام المفترض هذا هو شيء ما لا يعرفون الكثير من المشاركة وسيساعدنا على تحرير المخصصات لو نفهمنا المتعاقات المختلفة لتحرير المتعاقات 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 والأمام المفترض نحن نشوف الآن أن المجموعة التي أمامنا تمشي وتلاحق السلاحف السلاحف كلها راح تكون متواجدة في هذه المنطقة ورح نمسكها إن شاء الله بالشبك اللي غير منها السلاح وسحي جميعها لا يتكلم عن قناع فانتاسك هذا نحن هذا لقد تلتيني هنا لأ عام ستبدأجاز بقناع ندينا بقناع مطلق الحين طبعاً نحن في مرحلة تنظيف ظهر الحفا بحيث أنه يكون ناعم ويصلح لإلصاق جهاز تتبع على بخرها ترجمة نانسي قنقر